كشف مهم جدا حصل في مرسى مطروح يلا بينا نتكلم عنه ونعرف ايه التفاصيل اللي خاصة بي مثل جمال على احلم تباقي قناة مصر جميلة مع نرفانة ازايكو عاملين ايه يارب تكونوا دايما بصحة وبخير وبسلام كشف النهاردة جديد وكان لازم اعمله هو بقاله كذا يوم طالح بس انا كان زي ما انتم سمعين كده عندي برد فلو سكنت شوية هتعب اكتر لان انا عايز اطلع لكم المعلومة فاستحمله صوت شوية علشان دي معلومات مهمة جدا 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 دايما انا قلتلكم كذا مرة ان قصار مصر يا جماعة مش موجودة في الجنوب ولا في الشمال فقط بالعكس فيه اماكن كتيرة جدا موجودة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وفي سينة وفي مارسة مطروح هي دي حدود مصر من زمان المصريين القدماء كانوا محددين الحدود دي بأثارهم مارسة مطروح كانت من ضمن حدود مصر قديمة والأثار اللي هناك بتوضح كده الكشف ده بعثة مصرية مليون في المية برئاسة الأستاذ الدكتور قطب فوزي رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري وسينة والكشف ده كان في مدينة مارسة مطروح في منطقة أم الرخ وما أدراقها ما منطقة أم الرخ أنا لما رحت مارسة مطروح كنت عموت وزورها مش الشط لأ المكان زت نفسه لأن فيه كمان أثار للملك رمسيس الثاني لأن الملك رمسيس الثاني كان وضع الكثير من أثاره كحدود لمصر قديمة لكن مع الأسف نظرا لبعد المكان وعند موجود أشخاص كتيرة ما كانش فيه حد موجود وأنا معرفتش أوصل للمكان كان نفسه صور لكم هناك حلقة المهم فالحفاير معمولة هناك لأن منطقة أم الرخم هي منطقة أثارية لقوا إيه هناك يا نيرفانا؟ لقوا جبانا جبانا بتعود للعصر الروماني هاي ده يدل على أن المنطقة دي مش مصرية؟ لا يا جماعة منا قلت لكم رمسيس الثاني كان خاطط هناك أثار الرومان واليوناني لما نجوا مصر شافوا أن حدود مصر اللي موجودة في البحر الأمد المتعصد كبيرة ومهمة جدا تجارية نشطوا المنطقة دي بالزيادة وخلوا هناك الكثير من المهاقل التجارية اللي كانت بتخدم الميناء المصرية اللي هناك علشان يبقى فيه تجارة واخدوا وعطوا كلام اللي احنا كلنا عارفين فالمنطقة دي كلها هنلاقي فيها كل حاجة خاصة بالتجارة وعبالية التجارة المواد التجارية اللي كانت مصر بتوصلها من أسيا لأوروبا وبين الهند لأوروبا لأن مصر موقحها الجغرافيا جماعة في مندها الجمال وطبعا ده حاجة من فضل رب العالم هم لقوا ايه نجل؟ لقوا كذا حاجة لقوا أولا مقابر والمقابر هنا استايلها واضح أوي إنه مش مصري المصريين كانوا بيدفنوا تحت الأرض أو في حجرات لكن الزي من شايفين شكل المقابر محفور في الجدران على شكل دراج يحطوا في التابوت وخلاص الشكل ده احنا شفنا كتير جدا فيه عند الإخوة المسيحيين وفي العصر النورمان فده شكل مش مصر كانوا بيحطوا في التابوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعد كده يحطوا بقى ممكن نلاقي تمثيل ممكن نلاقي حاجات خاصة بالمضافة ويسدوا المقابر لقوا هناك 29 موضع للدفن موائد للقربين وكمان الموائد دي كانت منقوشة ومظهرفة ولقوا كمان تمثيل لربل يرتدي الرداء الروماني المميز اللي هو اسمه التوجة طبعا ده لبس خاص باليونان والرومان دخل على مصر في هذه المرحلة وانتشر في شمال افريقيا في هذه المرحلة ولقاية وقتنا هذا في ناس واغداء كان لبس تراسي لكن هو يتميز انه يوناني وروماني مش شمال افريقيا ولقوا كمان تمثيل الكابش والكابش ده هو رمز الامون وامون في المرحلة تحت اليونان والرومان كانوا مرتبطين بيه اوي خاصة الاسكندر الاكبر لان الاسكندر الاكبر كانت مانت ممتو عابدة لامون فهو لما جاء مصر كانت بيحط رمز الكابش على رأسه اللي هو الارنين لانهو كان على هذا الدين فعشان كده المصريين لما شافوا الاسكندر دخلوا في المجتمع المصري ما نفرهوش ولقوا كمان تمثيل نصفي لسيدة غير معروصة مش مكتوب عليها اي تفاصيل ولقوا كمان بعض العملات البرونزية في المرحلة دي يا جماعة كان فيه عملات لانه كان فيه تجارة التاجر عايز فلوس عايز مردن مش عايز تبادل بضائع زي ما كان بيحصل قبل كده اكيد 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 لازم يلاقوا حاجة تبع اليونان والرومان في هذه المرحلة لاقوا ايه؟ لاقوا مكان حمام عمومي يعني حمام اندازك اللي تستخدمه الستايل ده يا جماعة او الفكري ده ما كانش موجود عند المصريين القدماء لانه كان فيه حرمة جسد كانت الحمامات في الديوت وهي رددت لما جيه وشاف الموضوع ده استغرب لانهما كانت حماماتهم عامة عند المصريين لأ كل بيت ليه حمامه وكل معبد ليه حمامه والموضوع عندنا اكثر نظف لأ هم عندهم يردكت الحمامات عمومي بيستحموا كلهم وصد بعض ممكن يعملوا بي بي وصد بعض حاجات غريبة وصد بعض دي ما كانتش عند المصري القديم وطبعا الحمام ده هيبقى ليه بقى ايه؟ كمالياته بقى اللي هو مكان للاستحمام ومكان للخزانات ومكان لتصريف المياه والحاجات اللحظة لغاية توقتين هزا بنشوفها يعني مثلا لما نيجي بسلا نشوف المناطق القديمة في حمامات تشبه الحمامات دي ليه زي حمام التالات وحمام مش عارفة مين إنوى إنال وحمام إيه دي كلها حمامات نفس الفكر وعتروح المغرب هتلاقوا نفس الفكر ده فكر يوناني وروماني مش مصري ولا شمال أفريكي خلص يعني هم خدوه منه فده طبعا أول دلائل احنا لما بنشوفها بنرف ان المكان ده يوناني وروماني وكذلك المصرح اليوناني والروماني فزي ما انتو عارفين لقينا المكان الدفن ولقينا مكان الحمام أكيد مع الوقت هنلاقي مكان للسكن وأكيد مع الوقت هنلاقي مكان لمعبد وأكيد مع الوقت هنلاقي مكان للصناعة الفقار وصناعة مش عافة تمثيل وصناعة إيه لازم هنلاقي كماليات دي كلها مع الحفير زي ما أنا قلت لكم كذا مرة الحفير بتكون عبارة عن مربعات وبينسكوا مربع مربع يعملوا عملية طمشيط لها واستخراج القصار وتوسطها او مواسم كل سنة بتديه ويعلنوا على الحفايا في اخر السنة ايه كمان لازم دعرفه لازم دعرف يا جماعة طريق المهمار اليوناني وروماني او الستايل اليوناني وروماني في مصر كان عامل ازاي عبارة عن سلم بتنزله تلاقي لنفسك وصالة الصالة دي مستوية امامها تلاقي وصالة الدفن حجرة الدفن هنلاقيها ربع السقف بتاحها على شكل قبة ده كان ستايل موجود في المرحلة دي وانت واقف هتلاقوا صادك اعين دي او الحجرات دي ويحطوا فيها التابوت وبعد كيف له بالحجر الجيري هنلاحظ ان مكان دفنة صاحب المجبرة ذات نفسه لأ كان مكان مختلف كان مكان مغلق بباب وهمي وده فكر مصري جوانبه على شكل عمودين العمودين دول هستايل يوناني وروماني لومز وغنانين دول ويوجد اسفله مائد قربين من الحجر الجير يبقى نفهم كده ان المجبرة دي عائلية بتكون صاحبها هو اللي بيبنيها او هو اساسها ودولا بيقول افراد بتاعهم هنلاحظ هنا ان احنا شفنا الباب الوهمي وده فكرة مصري القديم هنلاحظ هنا ان احنا لقينا مائدة القربين وده استايل مصري القديم هنلاحظ هنا ان فيه في الشخص الكبير بتاعهم مزج ما بين الفكرة اللوناني والروماني والمصري لان مصر في هذه المرحلة كانت اكبر دينيا من الحضرتين التانيين فكان فيه مزج في هذه المرحلة ما نقدرش نقول انهم اطبوا على المصريين القدماء او المصريين القدماء اطبوا عليهم لا كان فيه مزج ومرحلة في المرحلة دي اصارها مميزة جدا طبعا ده كشف مهم جدا انا حبيت اوضح لكم بعض المعلومات اللي فيه اتمنى انه وايعجبكم